السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الفيديو هنشرح مع بعض على تلاجة ايديال 14 إلت افضل طريقة لزبط درجة حرارة الفريزر وكمان درجة حرارة الكبينة تحت زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في الصورة هنا المؤشر في التلاجة ال ايديال بيكون طبعا هنا شايفين طبعا العلامة دي كده ده كده السهم بتاع الاقرة دي وطبعا هنا التدريج بيبقى هنا مينيموم أعلى حاجة هنا ميديم الوسط هنا مكسيموم أعلى حاجة يعني كل ما بتلف الاقرة يمين كده كل ما درجة التبريد بتزيد بتزيد بمعنى ايه بمعنى مينيموم هنا يعني مسلا ممكن تقول مسلا سالب 16 سالب 17 هنا مكسيموم مسلا أعلى حاجة ممكن تكون مسلا سالب 25 27 وطبعا كل واحد من اللي بيتفرج على الفيديو طبعا حسب الحاجة اللي انت بتكون مخزانها في الفريزر بتختلف درجة الحرارة اللي انت محتاجها يعني زي ما كنت شرحت في فيديوهات قبل كده وهسيب لك برد رابط الوصل في فيديو ممكن يكون ظهر عندك دلوقتي في أعلى الشاشة ان كل نوع طعام معين وبيكون ليه درجة معينة وبيكون كمان ليه فترة معينة يعني مش هتحطي مسلا هنا مسلا كله لحمة كله اللحمة هي دانه العمر كله لا بيبقى ليه مسلا حد أقصى مثلا ولا يكون سنة وفي نفس الوقت السنة مسلا دي درجة الحرارة اللي يكون متخزن فيها مسلا ما تقلش عن سالب 20 يعني مسلا لو سالب 15 او سالب 10 لا ممكن مسلا في خلال التشور او في خلال السنة هيكون كله اللحمة ده بغص فلو انت من الناس اللي بتهتم بصحتها بتهتم بالاكل انصحك الاول تروح تشوف الفيديو اللي ظهر عندك دلوقتي وبعد كده تيجي كمل الفيديو ولكن برضه انا دلوقتي هشرح لك برضه بالزبط انت افضل حاجة تزبط عليه اللي هو انت في نفس الوقت تتحفز على الطعام وفي نفس الوقت تتحفز على التلاجة بتاحتك وعمره اهم حاجة دلوقتي عندنا طبعا زي ما احنا قلنا ان هنا ميني مام دي اقل حاجة وبتكون تقريبا بنسبة كبيرة مثلا ممكن من سالب 15 لسالب 18 فهنا في صفاص في الصيف بالاخص يعني انصحك ما تعديش الشرطة دي ميديام دي كده ما تعديهاش اخرك هنا كده بالزبط تمام كده ميديام هنا بنسبة كبيرة بيكون مثلا سالب 20 سالب 23 في الحدود دي كده بالزبط تمام كده وبنسبة كبيرة بنسبة 90% معظم حاجات اللي انت بتكون حاطتها في الفريزر ما بتحتاجش اعلى من كده فبالتالي لانك انت بفصل الصيف بالاخص وبالتالي درجة الحرارة بتكون عالية كل ما بتعلى بالدرجة زي ما حدراج شايف كده كل ما بيكون فيه صعوبة على مطور التلاجة ان هو يحقق درجة ويفصل وده بسبب درجات الحرارة عالية اللي بتكون موجودة في الجو فبالتالي المطور هيشتغل فترة كبيرة وفي نفس الوقت مش ممكن ما يفصلش اصلا وممكن تسبب مشكلة للتلاجة ولكن برضو كده كده هو المصنع وقت مصنع التلاجة هو عمل لك هو عمل لك الاختيارات اللي انت ممكن تختار اعلى حاجة يعني ممكن تشتغل معاك برضو مفيش مشكلة ولكن انا بقول لك على الافضل مش اكتر يعني فانت بفصل الصيف بالاخص حاول ما تتعديش عن الميديم يعني مسلا منيوم ميديم هنتخلاها مسلا هنا في النص كده زي ما انت عايز عايز اما فصل الشتاء زي ما انت عايز عخليها خليها. ممكن تخليها اعلى حاجة خالص. مفيش اي مشكلة. لان طبعا بيبقى الجو برد. وكده كده مسلا بيبقى فيه سهولة للمطور ان هو يحقق درجة ويفسر ومفيش اي مشكلة عليه خالص. وانت طبعا لو انت مسلا ما عايز ترى حدماغك وتسيبها زي ما هي كده ميديم سيبها وخلاص. ده بالنسبة للجزء التجميد اللي بقول لحضاراتكم عليه. اما هنا طبعا زي ما حضاراتكم شايفين ده الجزء الخاص بالتبريد. هنا برضو طيما حالاك شايف هنا برضو عمل لك هنا يعني برضو كل ما بتلف هنا الاخرى يمين كل ما التبريد بيعل. وطبعا هنا زي ما قلت لك حسب الطعام اللي انت حطه في المكان نفسه. في طعام ممكن مسلا يحتاج لانت تعمله مسلا وفي طعام عادي مفيش مشكلة ممكن تخليه على اقل حاجة. ولكن هنا طبعا احنا شرحنا الكلام ده لما كنا في الطلاجة من فوق. فكده كده يعتبر برضو. فصل السيف زي ما انا قلت لك ونحاول ما تعديش عن الميديم. وهنا طبعا ده بيبقى مسلا ممكن درجة حرارة واحد. اما ميليموم اهل الحاجة خلص ممكن بتلاقيه مسلا درجة حرارة تسعة او تمانية مقوية. فانت برضو فصل الصيف حاول ما تعلاش على الميديم يعني ممكن تخليها مسلا ميليموم ميديم زي ما انت عايز. اما فصل الشيطة لو عايزت خليها برضو على ماكسموم اهل حاجة مفيش اي مشكلة بالنسبة لك خالص. وكده وكل سهولة نكون وصلنا لهاية الفيديو. ولو عندك اي سفسر اكتبنا في التعليقات طيحت وارد عليك فارغة وقت ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة ليس لك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.